مرحبا وأهلا وسهلا فيكم كل المتابعين للمطبخ الشامي إن شاء الله تكونوا بألف خير وإنتوا عم تشوفوا هاد الفيديو معكم ساندرا واليوم رح أقدم لكم طريقة كبة العدس مقبلات خفيفة جنب الأكل كتير رح تعجبكم خاصة يلي موجربة صراحة بنصحكم فيها طعمتها مختلفة تماما عن الكبة النية وبنفس الوقت كتير كتير طيبة خلينا سوى لنشوف التفاصيل وأول شي رح أسلق العدس بدي عدس مجروش رح حط كاستين عدس مجروش سواء حبة صحيحة كاملة أو نص حبة ما بتفرق ورح حط عليهم أربع كاسات مي يعني كمية العدس اللي رح تسلقوها حطو لضعف الكمية مي ورح أترك المي والعدس لحتى يغلوا ولما يغلوا رح وط عليهم النار طبعا رح غطي الطنجر بس كلهم بيشوفهم إذا نقصهم مي ممكن نضيفولهم هلا هيك الكمية عندي كانت مناسبة وبعد عشرين دقيقة تقريبا بيصيروا عندي جاهزين بهذا الشكل اللي شايفينه والقوام ما بدنا ياها ناشفع الآخر لازم يضل فيها مي لأن رح نضيف برغل بديضيف برغل ناعم كتير كاستين طبعا برغل أبيض ورح طفي النار تحت الطنجرة وحركهم منيح واتركهم على الجنب لحتى تفتح كمان حبة البرغل مع العدس بس لازم هلا أحضر الصوس بسرعة قبل ما تبلد عندي المكونات رح حطهم بصلة كبيرة مقطعة ناعم على زيت نباتي ورح ضف لها كمان شوية زيت زيتون زيت الزيتون كتير بيعطينكها طيبة للأكلة رح حرقهم طبعا أنا ضفت البصل والزيت بارد لأنه ما بديها ينقلة ديها تقريبا يعني ينطبخ طبخ مع الزيت رح ضيف عليه مع الأكبيرة دبس الفلفلة ومع الأكبيرة دبس بندورة ورح بلش اللبن مع البصل لحتى ضيف البهارات طبعا هي ما بدي بهارات كتير أو تقريبا أبدا ما بدي بهارات هلا بتشوفوا معي كمان لأنه كمان الطعمات اللي حطيناها قوية مثل دبس الفلفلة والبندورة وكمان طعمات العدس ظاهرة طبعا وهي صراحة طعمتها مميزة لهذا السبب هلا بعد ما قليتهم شوية رح ضيف عليهم ملح بدي ملح معلقة واحدة صغيرة لأنه مثل ما بتعرفوا دبس البندورة كمان مالح والعدس كمان فرح ضيف بس معلقة صغيرة ملح ونصف معلقة فلفل أسود أو ممكن ما تضيفوه حسب رغبتكن وهلا هيك رح أقلبهم لآخر مرة شوي على النار ما بدون تقليب كتير طبعا شي أربع خمس دقايق على نار هادية وبعدين رح طفي عليهم وتصير عندي الصلصة جاهزة وهلا البرغل والعدس طبعا كانوا لسه سخنين لازم يضلوا سخنين لحتى نعجنهم بسهولة رح ضيفوا عليهم الصلصة وطبعا هي اللي بتعطيهم اللون الحلو يعني لازم يكون عندكم توفر دبس الفليفلة لحتى تعملوا الأكلة وتطلع معكم على أصولها وهلا قبل ما أعجن رح ضيف مي بدي للكمية اللي أنا عاملتها ثلاث ربع كاسة تقريبة من المي طبعا لو كانت الكمية أكبر حسب تقديركم رح اضيفوا كمان مي رح كمان جهز البقدونس لأنه رح استعملوا بالأخير هلا بتشوفوا معي حاليا رح أعجن الخليطي اللي عندي طبعا بدي أعجنه كتير منيح ممكن شوي تطولوا بالعجن لحتى تتماسك منيح العجينة تقريبا 10 دقائق للربع الساعة يعني مو أكتر من هيك وهلا هيك صارت العجينة عندنا جاهزة رح ضيف لأخر الشي البقدونس وعلى فكرة لو حفظوا البقدونس بالطريقة هاي بالمي وغطيتوه من فوق بيضل عندكم تازة كأنه هلأ جايبين ولونه كتير حلو قطعتو بهالطريقة اللي شايفينه ما بديها كتير ناعم البقدونس هيك تمام رح ضيفه للخليط آخر الشي ولو حبيتو تفرزو الخليط أو ما رح تستخدمو كله فضل إنه ما تضيفو البقدونس عليه لأنه بيدبل وممكن ينتزع فإذا رح تفرزوه طبعا لا تضيفوه البقدونس بس وقت التقديم قبل التقديم نضيف البقدونس وبعد مع جنتا آخر مرة مع البقدونس صارت عندي كبة العدس جاهزة طبعا رح شكلها بالطريقة اللي عم تشوفوها باخد خصم صغير بدعبلو بإيدي شوي بعدين بس بكبوس عليه كبسة خفيفة بطلع عندي الشكل ولا أحلى من هيك يعني حتى تشكيلها كتير سهل لأنه هي أصلا تجي تقيلة حتى أتقلم الكبة النية فما رح تعذبكن أبدا بموضوع التشكيل طبعا رح كفي باقي الكمية بنفس الطريقة أو في ملاحظة صغيرة شفت بعض الناس بيحطوا لها الأكلة توم صراحة أنا ما بفضل أبدا أنه حط توم لأنه كتير نكهة وتطلع ظاهرة وآخر الشي رح زينا بشوية بصل أخضر كتير طيب معاها وطبعا بدي حطلة زيت الزيتون وهيك بتكون عنا كبة العدس صارت جاهزة شوفوا لي هالمنظر ولا أحلى من هيك يمكن ما كل الناس بتعرف كبة العدس أو بتعملها فحبيت قدم لكم إيها بهالفيديو إن شاء الله تكون هيك سهلة عليكم وأكيد إلي حابب يعمل مقبلات جديدة أو يغير عن الكبة النية أكيد بنصحكم بهالكبة كتير طيبة ورح تعجبكن شكرا كتير لمتابعتكن وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة كنت معكن أنا ساندرا من صفحة المطبخ الشامي باي باي